إبراهيم دياز لاعب إسباني من أصول مغربية عمره 24 عاماً يلعب مهاجماً مع نادي ريال مدريد يحمل الجنسيتين المغربية من والده والإسبانية من والدته بعد كثير من الشائعات والأخبار بشأنه حدث ما كان يتمناه المغاربة فاختار دياز تمثيل أسود الأطلس وانضم إلى المنتخب المغربي وسيأخذ مبارتين وديتين أمام أنجولا وموريتانيا بقيادة المدرب وليد الرجراجي لاقى انضمام اللاعب الشاب احتفاءاً كبيراً وترحيباً على مواقع التواصل وفي الصحافة المغربية بدأ إبراهيم دياز مسيرته الاحترافية مع مانشستر سيتي الإنجليزي في عام 2016 كان عمره 17 عاماً انتقل المهاجم إلى ريال مدريد خاض موسماً واحداً مع النادي الملكي ثم انتقل بالإعارة بعدها إلى ميلان الإيطالي لمع نجمه لثلاثة مواسم هناك وتوجه بلقب الدوري لعام 2021-2022 خاض دياز كذلك مباراة ودية واحدة بقميص منتخب إسبانيا ضد لتوانيا في عام 2021 صحيفة ماركا الإسبانية قالت ان دياز فضل تمثيل منتخب المغرب بسبب معاملة الاتحاد الإسباني فلم يتواصل معه أي مسؤول من الاتحاد الإسباني بينما الاتحاد المغربي كان أكثر رغبة وجدية في استقطاب اللاعب هناك تفاعل كبير وترحيب من قبل المغاربة باللاعب الشاب وانضمامه إلى صفوف وسود الأطلس سمير يقول دياز لاعب موهوب جداً وريال مدريد يدركون قيمته من حسن حظ المغرب أنه اختار الانضمام لمعسكره ناية قالت لاعب متألق وعكس التوقعات لم ينتظر يده على كفه رد إسبانيا أو دعوتها بل اختار بلاده محمد قال المنتخب المغربي في الأعوام الأخيرة صب انتباهه على المواهب الشابة في أوروبا ونجح في استقطابها وهذا مجهود كبير آدم قال المغرب في الطريق الصحيح باستقطاب لاعبين من ريال مدريد وبرشلون نتمنى الأفضل دائماً للكرة الوطنية دياز تحدث لوسائل إعلام مغربي عن مشاعره بعد وصوله للمغرب والانضمام إلى منتخب بلاده الانضمام إلى أسود الأطلس أرى أن هناك كثيراً من الشغفي تجاه كرة القدم وأنا فخور جداً بوجودي هنا سأحاول ترجمة حب الجماهير المغربية لي داخل الملعب سأقوم بكل جهدي ليظهر المغرب دائماً في أحسن مستوى ولأجعل المغرب كله فخوراً بي وبالتحسين من الأعبة هكذا نعم وضع نعم 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 اشتركوا في القناة